أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم الناس من يده ولسانه الحمد لله ونحن نعيش في هذه الأجواء من شهر صفر وهي أيام الله في ذكرى أربعين سيد الشهداء عليه السلام وقد تمت ولله الحمد الزيارة المليونية الرائعة حيث اجتمع المؤمنون حول قبر سيد الشهداء وقد بلغت الأعداد كما أعلنت العتبات المقدسة والحكومة العراقية من أنه بلغت أعداد الزائرين خلال عشرة أيام إلى قبر الحسين ومن دخل كربلاء في هذا في هذه المدة ستة وعشرين مليون إنسان وقد كان في العام الماضي لأعداد عشرين مليون وقبله أربعة عشر مليون السنة ستة وعشرين مليون السنة القادمة أين يكون الرقم وأريد أن أبين وإن شاء الله نحن في محظر سماحة السيد شرفنا سماحة حجة الإسلام والمسلمين العالم الجليل السيد مصطفى القزوين حفظه الله سوف نستفيد اليوم من توجيهاته ومن محاضراته أريد أن أبين شيء مهم إخواني أخواتي إن الذي يذهب لزيارة قبر قتل صاحبه منذ أكثر من ألف سنة لا لشيء إلا ليبتغي ثواب الله في زيارة رجل نحر عطشانا وسحق صدره يقول الشيخ عباس القمي فما كان يعرف صدره ومن ظهره لشدة سحق الخيل له وتأتي الناس والجموع بعد ألف سنة ليزوروه لا يمكن أن يكون هذا الزائر لقبر إرهابيا لا يمكن هؤلاء الذين يتمسكونه ويلوذونه بقبر ينتسب إلى رسول الله ولحم من لحم رسول الله أن يفكر في أن يؤذي إنسانا أو يقتل أو يسفك دما ولذلك أيها الأحبة هؤلاء الستة وعشرين مليون كلهم يأخذون شهادة من أنهم أناس يعشقون الحياة نعم ويذمون ويبشعون الظلم والقتل كذلك كل من لم يصعفه الحظ من أن يتشرف بزيارته ولكنه يؤسيه في إقامة مجلس هنا أو هناك هذه شهادة يمنحها الحسين من أنه إنسان سوي هذا الذي يبكي على سيد الشهداء ويقيم عزاء وأبعد ما يكون عن الإرهاب والتطرف وإن تأسبر التاريخ ما من أحد أخذ هذه العقيدة وهي عقيدة أهل البيت إلا وتجده ينبذ الظلم ويبشعه نحن اليوم نعيش للأسف في زمن انقلبت فيه الموازين وأوكل رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال فكر وثقافة متطرفة هذا الذي يقول المسلم من سلم الناس مطلق الناس جنس البشر من يده ولسانه ما نشهده اليوم أيها الأحبة من قتل بإسم النبي والنبي منهم براء يحتم علينا مسؤولية نحن شيعة أهل البيت أن نصدع بالأمر وأن نبين ظلامة رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الإسلام دين مشرق يعشق الحياة ويبشع الظلم لأننا نستهجنه إقامتنا لمجالس الحسين هي الثورة على الظلم ونبذل التطرف الحادثة المأساوية التي حدثت في بلادنا الآمنة في كاليفوريا رجل يشتغل في مؤسسة الطعمية تصرف لمعاش أربعة آلاف دولار وناس معاقين أحوج ما يكون أن يقدم لهم خدمة يأتي بزوجته ويسفك دماءهم ويقتله أربعة عشر معاق لاحظ تتصور الصورة قد بشي على الآن في الإعلام باسم الإسلام باسم الدين لا شك إن رسول الله وإن الدين وإن نواميس القرآن والسماء تأخذ موقف شديد من هؤلاء هذه تقع مسؤولية على أتباع الدين الحقيقي وهو أنتم يا من تمسكتم بمنهج سيد الشهداء تقع علينا جميعا مسؤولية أن نعرف رسول الله وأن نكشف قبح هؤلاء الذين هو صلى الله عليه وآله حذر منهم وأسماهم كلاب النار يمرقون من الدين كمرقة السهم أسأل الله عز وجل أن يعيد الأمن والأمان في ربوع جميع المعمورة بلا استثناء وأن يأتي يوم يعرف الناس ظلامة الإسلام وظلامة رسول الله لا أطيل في هذا الكلام وأحب أن أرحب مرة أخرى بالسادة العلماء والمشايخ ووجود سماحة السيد القزوين حفظه الله ضيفا عزيزا في الجالية نكتسب هذه الزيارة لنستفيد من معينه وأحب أن أقدم الصلاة والخطبة لسماحته فرحبوا به الصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر